السلام عليكم ورحمة الله من السنن الإلهية التي لا تتبدل أن الله عز وجل يمل الظالم ويمهله فإذا أخذه لم يفلت كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب شأن وسنة وحال وعادة الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم كشأن آل فرعون وآل فرعون هم فرعون وأعوانه ونصراءه وجنوده الذين استحبوا العمى على الهدى واستمروا على النفاق والضلال ولماذا صدرت الآية الكريمة بآل فرعون لأنهم الأقرب في الزمان إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنهم الأشهر بين الأمم ولأنهم الأكثر طغيانا وكفرا والذين من قبلهم من الكافرين والطغاة كقوم نوح وقوم لوط وقوم عاد وثمود كذبوا بآيات الله الواضحات وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندوا فعاجلهم الله بالعقوبة وأخذهم أخذ عزيز مقتدر أخذهم بذنوبهم عدلا لا ظلما والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله فإياكم والكفر وجهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أخذه أليم شديد جزاكم الله خيرا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب